اشتركوا في القناة وهي عريانة وتقول من يعيرني تطوافا تجعله على نفسها فنزلت هذه الآية الكريمة ومن زينة المرأة ما تستعمله من أصباغ وجهون وعطور فهل يجوز لها أن تصلي بها نعم يجوز ما دامت صلاتها في بيتها أو في مكان ليس فيه رجال أجانب بشرط أن يكون المكياد بعد الوضوء أو الغسر أما قبل ذلك فلابد من إزالته حتى يصح التطهر ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر